السلام عليكم يا اهلا وسهلا بكم يا ابطال ازايكم عابلين ايه اتكلمنا في الفيديو اللي فات على تقنيات كبيرة جدا ومبايل قوي جدا نزل من انفينيكس قريب جدا بالفعل انفينيكس نزلت انفينيكس كونسبت فون توينتي توينتي ون موبايل جديد من انفينيكس نزلت وبتصعرف فيه التقنيات بتاعتها بقى التكتيك والفيتشير اللي ممكن تستخدمها في موبايلاتها اللي جاية لكن السؤال الاهم الموبايل دا ينزل الموبايل دا يباع كل الكلام دا هنعرفه في الفيديو دا ايه معصفات الموبايل اللي هو تسمى انفينيكس زيرو ايكس وكمان الموبايل دا هينزل ولا لا وايه التقنيات دا والفيتشير والحاجات القوية قوي اللي نزلها في الموبايل دا الاول ما تنسانش دعمكم كالعادة دعمكم كان كواس جدا والتفاعل كان كواس جدا عن الفيديو اللي فات كالعادة كامل تفاعل على طول بلايك للفيديو لو لسه مش مشترك في القناة عندنا حاجات حلوة اكيد وهتستفاد اكيد باي حاجة افن سبسكراب او اشترك في القناة افعل الجرس شان تبقى حد متابع لكل الكلمة الجديدة اللي بيجي ده ولو لي اصار اكتبه في الكومنتات واكيد بان اتفاعل معه فاول حاجة يا ابتال خلان اخوش بقى دلوقتي على المواصفات اللي نزلت بها الموبايل اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات قلنا بعض المواصفات قوية اللي هتنزل فيه فهنتكلم دلوقتي على المواصفات الفعلية اللي نزلت في الموبايل ده وهو سمته كونسبتفون عشرين واحد وعشرين مفهوم في موبايلاتها اللي جاية في عشرين واحد وعشرين ونزلتها كده في موبايل واحد لو جينا طبعا الاول حاجة شكل موبايل ما اختلفش على اللي احنا قلناه هو الشكل الجميل الشكل الغريب ده هتحس ان موبايل جيمينج اكتر مليان كده الوان ومليان حاجات كتير وهتلاقي كلمة ما م якتوبة كده كبيرة على الموبايل وطبعا دي من السوحاء برضو من اللوجو بتاع شركة انفينيكس المستقبل الان مث acá او باللوقت بتقول لك انا انفينيكس دلوقتي بتقنياتي كتير اللي هقدمها لكم واللي اقولها لكم طبعا في الفيديو ده فاول فتشير او اول تقنية هتشفها هنا ان ظاهر الموبايل بيقلب الوان هتلاقي لونين كده اللون الجري او اللون الرصاصي وكمان اللون البلو او اللون الازرع الفاتح وده بيقلب معك لو انت في مكالمة كده جاي لك هتلاقي ظهر الموبايل بيقلب اللون بتاعها وبيقلب اللون انت طبعا بتختار سواء اللون ده او اللون ده شفنا الحتة دي موجودة في بعض الموبايلات تقريبا دلوقتي الفلاش في كده بيضمه ينور وانا بيتدايق جدا من الموضوع ده لكن فكرة ان ظهر الموبايل يقلب لون اكيد بتبقى اشيك شوية وبروفيشنال اكتر وكمان وانت بتشحن الموبايل هتلاقي الدايرة اللي في النص دي بتدي معك كده واميد نور فبتبقى شكلها شيك برضو جدا وهي الموبايل بيشحن طبعا الموبايل حجمه كبير لان فيه تقنيات كبيرة جدا وكمان وزنه تقيل ميتين وخمسة جرام والسمك بتاعه كبير والتصميم جميل جدا للكاميرات الجديدة على انفينيكس شفناها في موبايلات تانية لكن جديدة على انفينيكس فالتزين الخارجي بيشد انتباهك كده للموبايل ده اما لو جدنا شاشة الموبايل هتلاقي اول حاجة هتشوفها ان الشاشة ادج الشاشة ادج بتبقى شكلها جمالي اكتر انفينيكس بخلاتي خالص في الشاشة الشاشة هنا من نوع امولد او قولد بحجم ستة فاصلة سمعة وستين انش الحجم لحد ما مقبول ومعقول مش اوبر من سبعة انشز او ستة خمسة وتسعين انش زي موبايلات انفينيكس ما زال برضو الحجم ده يعتبر من الموبايلات الكبيرة لكن الكبير المعقول اللي انت تقبله الشاشة هنا اولد شاشة ممتازة جدا شاشة ادج تمانية وتمانين درجة ومستخدمين برضو تقنيات مميزة جدا اتش دو ارتين وحاجات جميلة جدا وبرضو الالوان بتاعتها كتير وهتلاقي موجود الهول بانش للكاميرا السيلفي موجودة على الشمال فالشاشة هنا مساحة الاستغلال بتاعها او استغلال الشاشة هنا جميل جدا هتحس ان الشاشة كلها سايحة في بعضها كده وكلها شاشة كويسة جدا فبتقولك انا جاية برضو في الشاشة اما لو جينا البريسير او المعالج فطبعا احنا كنا قلنا هيجي دايوين سيتي الف ومتين وناس ثانية بتقول السناب درجون 188 الفعليا اللي نزل في الموبايل اللي هي انفينيكس خلاص نزلته كده مش للبيع قوي وهنيجي للنقطة دي لكن على قد ما هي بتستعرض في التقنيات بتاعتها فالبروستير اللي جاي هنا هو بروستير فقه متوسطة الميديا تيك هليو جي خمسة وتسعين مع تمانية جيجا رام مع مية تمانية وعشرين مساحة داخلية مع اندرود اليفن مع نسخة محسنة شوية من وجهة انفينيكس الاكس او اس فالبروستير هنا ما زال بيقولك ان ده فقه متوسطة ولو الموبايل نزل هيبقى موبايل بسعر فقه متوسطة هيكون ممتاز جدا برضو على التقنيات الكبيرة اللي جاي في الموبايل ده واللي لسه بنكمل فيها وهنجيلها دلوقت لو جينا الكاميرات فالدزاين بتاع الكاميرات شكله جميل جدا شكله شيك وانا بحب الحاجات الجميلة كده في الكاميرات خلاص زيقت من الرصة التقليضية سبق بالطول او بالعرض اللي كان بتجيلنا قبل كده وكمان برضو الرصة الدائرية بتدت تبقى خلاص الفناح شوية فمحتاجين بقى السطب والدزاين الجميل ده الكاميرات هنا الكاميرا الرئاسية كاميرا بدقة اربعة وستين ميجا بيكسل كاميرا برضو فقه متوسطة عادي وكمان كاميرا تمانية ميجا بيكسل كاميرا الترويت عادية برضو في الفقه المتوسطة لكن هنا بقى اللي مش عادي وهي كاميرا تمانية ميجا بيكسل تلي فوتو تقريب بصري ستين اكس زوم تقريب بدون فقدان تفاصيل فقه دي جبارة جبارة جدا وممتازة جدا لها تجيلنا في الفقه المتوسطة او في دلوقتي في الفقه دي فقه دها ممتازة جدا تقنيات كتير او بتقولك في تصوير الكاميرا دي هتقدر تقرب جامل جدا وهتشوف الامر وهتشوف حاجات كتير اوي وبالفعل اللي هستخدمات كتير حلوة انا بحب استخدمات الكاميرات دي لكن لها استخدمات اكيد سيئة لها استخدمات اكيد سيئة جدا وانها تبقى متاحة كده في الفقه المتوسطة والكل الناس فخافوا على نفسكم مش هقول ايه عشان ما نستعرضش بس يعني كل واحد يخلي باله كده ويقفل على نفسه اما الكاميرا السيلفي اللي جاي في الهول بانش اللي على الشمال ده فالكاميرا بدقة 32 ميجا بيكسل كاميرا برضو كويسة جدا وادعها كويس مفيش فيها اي مشكلة لكن هنا بقى ان يجي للبطارية الموبايل اللي جاي بكوت 4000 ميلي امبير بطارية عادية جدا اللي مش عادي واللي ما حصلش واللي جامل جدا شحن سريع جدا 160 واط مش فاهم في الاركام قوي يعني ايه 160 واط يعني تشحن البطارية من صفر المية في المية افرج عشر دقايق عشر دقايق تشحن البطارية بالكامل ده شئ جنوني ما حصلش اطلاقا يعني ايه حط الموبايل كده اروح واجه لقى الموبايل الشحن شئ غريب جدا طبعا 160 واط ما حصلتش ان يبقى فيه شحن 160 واط فهنا ممتاز معاك كمان شحن الاسلكي في الموبايل بخمسين واط خمسين واط برضو رقم عالي جدا كشحن الاسلكي في الفئات دي فدي كلها تقنيات لكن نقطة بقى شحن المية وستين واط ان انت ازاي تشحن البطارية في عشر دقايق ده غريب ازاي قدروا يعملوا الموضوع ده عاملين عشرين ترنزيستور لكياس درجة الحرارة لان طبيعي جدا وانت بتشحن دي كلها موجات كهربائية دخل على البطارية يعني لو انت لاحصت الموبايل اللي معاك اللي هو صواحل فل اعلى موبايل اتلاقي معاك 33 واط او لو انت معاك ريلمي 65 واط اتلاقي الموبايل بيشحن اي موبايل عموما اتلاقي هو بيشحن بيسخن معاك فازاي بقى يستقبل 160 واط وازاي يشحن في عشر دقايق من غير ما يعلي درجة الحرارة ومن غير ما يضر الجهاز وده النقطة اللي انا خايت منها لما تنتشر انتو زبطتوها انفينيكس ولا ايه زبطتوها ولا تعملوا تيجي تتحالوها وتعموها لكن لكن انفينيكس هنا بتقولك ان انا عامل عشرين ترنزيستور هنا لكياس درجة الحرارة والحفاظ على امن وسلامة الجهاز والموبايل بيشحن هو بيشحن درجة الحرارة ما تعلاش الاربعين فلما تعلق الاربعين اكيد هيقللوا قدرة الشحن شوية عشان تقلل درجة الحرارة وبرضو الترنزيستور اللي جواه دي بتقلل في درجة الحرارة فهينا النقطة برضو اللي هي تختلف فيها قدرات الشحن لاننا شفت اوقات كتير الموبايل شحن في عشر دقايق في مواقف تانية شحن في 13 دقيقة في مواقف تانية في 12 دقيقة فبتختلف فهينا بتختلف على حسب درجة الحرارة اللي انت بتشحن فيها الجهاز فاكيد يعني حتى لو وصلت لربع ساعة صباح الفل ده ممتاز جدا انت شحن الموبايل ده يعني تقنية جامدة جدا اكيد في موبايل انفينيكس اللي جاي فده كده بقى ايه استعراض الانفينيكس كونسبت فون توينتي توينتي ون اللي هو قلنا عليه انفينيكس زيرو اكس الموبايل ده هينزل حتى الان هو مش اكيد لكن اتمنى ان هما ينزلوه لكن اللي اكيد ان انفينيكس ستاخد من استعراضها بقى في الموبايل ده انها هتنزل موبايلات تانية كتير بنفس الكنسبت ده او بنفس الفيتشور اللي جاي في الموبايل ده مع اختلاف بقى مسميات ممكن تنزل السلسلة مثلا انفينيكس زيرو اكس زيرو اكس برو تنزل حاجة اعلى شوية ببرستور اعلى شوية لكن هي بتقولك انا معاك هنا معاك شحن سريع جامد جدا ما حصلش معاك الكاميرا ممتازة جدا معاك كاميرا كبير تصوير كبير جدا مش موجود معاك برضو زين ده غريب جدا وشكله مش مقلوف كده لكن شكله بيلفت الانتباع ويشد العين ويقولك هو ايه الموبايل اللي معاك ده فمعاك الكلام ده كله معاك ظهر بقى بينور ويه شوية حركاته قبشانات كده اللي بس بحب الحركات دي والشاشة طبعا الامولود والاج بنكملها الشكل الجمالي فهي هتستوحى طبعا من السلسلة اي سلسلة هتجيلها بعد كده هتستوحى منها شوية الحاجات دي مع تضيف هنا وشوية حركات هنا وحركات هنا وتنزلك موبايل كده وموبايل كده لكن اتمنى بشكل مبدأ انها تنزل لنا الموبايل ده فلو فيه اي جديد اكيد هتابعكم به لان الموبايل لسه رسمية ما قالتش انها هتبيعه هي بنزلت الموبايل تستعرض فيه بس شوية التقنيات بتاعتها وده بس يعني برضو رد لكم على الناس كتير قالت في الكومنتات الموبايل نزل بسناب دراجون 88 الموبايل لا نزل بمش عارف بايه لا الموبايل نزل بايه طب هو الموبايل هينزل هينزل امتى الكلام ده كله الموبايل دلوقتي حاجة بس بتقدمه كده بتقولك انا عامله موبايل اهو شوفوا الموبايل اهو شوفوا التقنيات اللي انا ما قدمها فيه فاتمنى اكيد ان هو هينزل وانزل هقولكم لكن الاكيد طبعا انها هتنزل لاما هتنزل الموبايل ده لإما هتضيف شوية حاجات تانية وتنزلها على الموبايل ويبقى بايل مش هتعمل كده اختراعات في الهواء أكيد هي عايزة تنتشر أكتر فده كان كل شي بخصوص فيديو النهاردة فيديو انفليكس ورايا فيديوهات كتيرة جدا جاية لكم قريب والله أنا عارف كل مرة بقول كده وبكسل لكن فيه والله فيديوهات مهمة جدا وكل الناس اللي بتسأل في الكومنتات أنا بها هرد عليكم في الفيديوهات اللي الجاية فبس كده الفيديو ده والفيديو اللي فات وقصوص الموبايل ده وقصوص القادم من انفليكس ما تنساش تعمل لايك الفيديو وعمل شير لإفادة الغير عشان كل يعرف المعلومة وتنساش اشترك في القناة وعرف على الجراش وصلاة كل جديد واشوفكم ده على خير في رعاية الله